تتفاوت القدرات والطاقات وتتباين الملكات والحاجات وتبقى سنة الله دائمة في احتياج الناس بعضهم لبعض ولهذا كان التعاون على الخير وصية الله تعالى لعباده فبه يكون الإعمار وبضده يكون الخراب والدمار قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب فلا يقوم بناء الأمة المسلمة إلا على نسيج من التعاون والترابط يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه يقول ابن القيم المقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم هو التعاون على البر والتقوى فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علما وعملا فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن جعل النوع الإنساني قائما بعضه ببعضه معينا بعضه لبعضه ومجالات التعاون في الخير بين الناس لا تكاد تنحصر فمنها التعاون في إقامة العبادات والشعائر التعاون في طلب العلم التعاون في الدعوة ونصرة الدين التعاون في التأليف بين القلوب وإصلاح ذات البين التعاون في أداء الحقوق التعاون في إقامة المشاريع الخيرية وللتعاون آثاره العظيمة على الفرد والمجتمع فهو سبب في الألفة والمحبة بين الناس يساعد في إنجاز الأعمال الكبيرة التي لا يقدر عليها الإنسان بمفرده وهو أساس التقدم والإنتاج والنجاح والتفوق ويشعر بالقوة وينزع الخوف والعجز يشعر بالمساواة ويزيل أسباب الحقد والحسد وهو طريق موصل إلى محبة الله ورضاه وجنته قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى شكرا للمشاهدة